ما عليها طاولة الليلة بالرسمي معناتها نعتبرها سواب أبريكة شوية كورنيات حلالة بالسوبيا مرقة سحلية ولا كمزينة وكد كورسون حبوا برشة زينة هاكية كعبات دقلة ما نعملوش بالزبدة والشمية نعملوهم بشوية بسيسة انتي ما كحكيتلي على بسيسة الفارح كعبات دقلة لبسيسة باهي نعملوهم بشوية بسيسة ورشقوهم بشوية لوز اللي ما يقدرش علوس حتى شوية كاوية تقضي ما ثم حتى مشكل مهم غمض يعني كوكول فمديجي ما فهم حتى حتى قلق دونك مع سلايته نجمو نعملو سلايته في جل اللي في جل تو موجود ما شاء الله يهضم زيب يهضم ومحليه توكن نعملو شوية سلايته في جل شوية سلايته في جل هكية قصوات القصان يا منيل متاح السلايته هو اللي يعطي رونك احنا علش نبشيو علش تمشي الحجام انتي علش بشيو هيك القصة وكزين القصة هي اللي مش تعطي متاع السلايته ومتاع مش تعطي ناحية جمالية للسلايته شاهيك باش تقول شاهيك ماش كيما واحد قص سلايته كيما الوينده ربي خلينا نرجع كلي تقعد على البان وتقصها كيما جيه تعرفتها ولونه ابني نيسر هذيك كيما احنا نقصوها جديدا نقوله برينواز ونقوله مستوان ونقوله درسنوان القصة اليوم ولا التياج هذيه ولا يعطي ناحية جمالية مهمة برشة للتبع والعين تاك القبال الفم والعين تاك القبال الفم نرجع وزيدك فيه تو ثم البركدين عقابو نجنا شوية وحيدا كيس شوية نعطر شوية جودورانج ندلو روحنا شوية تو هاك ثم فثنية موجودة لتتراه وفي الحوينة بخمسمائة نتصور يتاك الجودورانج منفع صافي للصغيرات وخاصة لصغار فيتامين سي مهم برشة نكون عملت طاولة متكلفت ليش ورشة صحية وصحية خلف البريك البريك النجم طيب في الفور نجم طيب الفور البريك ما عنديش مشكلة أما راه المقلي بنين رجع نقول لك احنا اخي كل يوم ناكله بريك وحتى في الفور مش خايب راه اللي يعطي فيش يعملوا يجي بنين ايه الناس مع فيك البارح شوف شوف جمالي أنا كنهار قريت مقروض قريت مقروض في الفور في قروان واخذيت المقروض لاخ اخوية صحيح صحي وليت عبنتيو والتغذية تقول هذكا صحي ولاخر يقول لك شافكو جنيز مش يحكي هكا اما اخوية كعبة مقروض راه مقلية ومش حرق قال لي في الفور صحي اما مش بنينها برشي لكن عباد ملزوزين ما ينجموش يكل مقلي العباد ملزوزة ما نكثرش منال ما نكثرش راهو ما نكثرش حتى من ناس ما كان فما واحدة متعتقدها تحكي من عرش هنا قالت ما قولكم شو ما تاكلوش اما ما تكثروش ما تشبعش كول وكول في عقلك تحرف مشكلتنا شنية منال باش نسكر به موضوع داية مشكلتنا احنا ناكلو بزربة لقاوري تياكل يقعد ساعة غربة بالكيف ساعة غربة احنا ديما نجري شوية ماذا لك انا انا بديناكل في الدار ما زلت ما بديتش ناكل جاري القهف طر وخرج ماش القهوة تقريبا ناذن الستة ونص هو الستة وسبعة يكونو خرج اكل ماكلة بزربة تخليك تاكل يسر تاكل يسر وتخليك وتخليك ما تبننش الماكلة انا تارك يبدي ناكل في سحان مقرونة سحان مقرونة بسيط كي ما تبديش قديمي ونبدا ناكل في سحان مقرونة وخبز وقريم فلفل يبدأ هكي يصيب لك في السانسا وكعبة بطاطا بريج بطاطا كي ما بيكل كي الزمنية ونيكل على راحتي تبدأ تاكل على راحتك تبنن الماكلة ما نعرفوش ناكلو ما نلعنة ما نعرفو الاكلة السريعة قضات على ثقافة هكي البنية الصغار كي ما بنتك ربي يخيالو كي ما ولدي وكي ما صغير الناس هذو ما راهو ما يعرفوش يأكلو الفاست فود بين قوسين قضاء على ثقافة الأكل بالنسبة لي نحنا ما عاش نقعدوا على الطاولة حتى في رمضان راه حتى في رمضان ومش كان الفاست فود راه حتى الحياة تاويك الواحد يجري ما ليقوم لينيورك الأكلة السريعة عملت شكون قادي طيب من أخي شكون قادي طيب من أخي شكون قادي طيب في المكلات في المناسبة بيت والأعيد ناس كون حكي نهار ناي بجي قدي في من أخي غزر لي أنا قري قلي استجير قلي شيف ما نجمش نقديها في كوكوت هوا اللي 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 عملها معناتها سماها سلة سلة سماها تطيب سلة سلة ما اللي طيب على الكانون اقبال ووف ووف محليها لكل 24 ساعة ملوخي يطيب على الكانون 24 ساعة كانت ماكلة كانت ثمة ماكلة كانت ثمة ماكلة ثمة ناس تعرف الطيب وناس تعرف تكنيك بتاع ماكلة تعرف المشكلة فاش نوا احنا مشينا للفاسفود محتراماتي الفاسفود والأكلة السريعة وهو ما في العالم والأوروب يأكلوا بالجداء ويعملوا أنا مشيت عشت مشيت لسويسرا وشفتهم كيفيش يحطك الطاولة ويعملك القيمة يعمل لها قيمة يعملها رونق الطاولة احنا اقتربتش نعملوا قيمة للطاولة متاعنا يجبد السيرفيس ويجبد الفراشت ويجبدوا المنادل لا وحيتنا كاملة نمسحوا في المنادل في رمضان تولي سيرفيات وحاجة ووسويتوت راش نوا هذي والحاجة والكيسيان المثخمة بتاع المياه ودمت هذي كل وقت كان رمضان كان رمضان نعملوله راهو الماكلة حاجة فن ولا برسمي راهو تبنن مكلتك عملها الطاولة عملها القعدة الحلوة نعرفش كيفيش بصوف لك ليه اليوم احنا لو لايد ولدي تاك يأكل ويخرج ما بقى يجري فيه ساعة القهوة بالدرجة تقوله وقتش كله وقتش كمل تضف لها كيف كيف معناتها ما عادش هاكل هاكل جوة ذاك اللي غالب معناتها شكرا لك شيف معز على حضورك بحضينا اليوم مازلنا راهو مازلنا ما كمانيش مازلت عنا غبغيك اخرى انا قادير رد بالك نسمعوها بعض الموزيج